كيفية طباعة التقارير باستخدام سلسلة طابعة HB SmartTank كالإصدار 211 و 520 و 540 و 580 حتى 590 و 5100. بالضغط على مجموعة من الأزرار الموجودة على طابعتك، يمكنك طباعة عدة تقارير مختلفة تضمى المعلومات مهمة عن طابعتك وحالتها. قبل طباعة أي من التقارير الواردة في هذا الفيديو، تأكد من تشغيل الطابعة وأنها في حالة استعداد. اطبع تقرير معلومات يقدم تقرير المعلومات ملخصاً لمعلومات الطابعة المهمة، مثل وضع الاتصال واسم تقنية Wi-Fi Direct وكلمة المرور وحالة الخطأ الحالية للطابعة. يتم إعداد تقرير معلومات للطرازات اللاسلكية فقط. على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط على زر المعلومات. تطبع تقرير المعلومات مثال على تقرير حالة الطابعة اطبع تقرير حالة الطابعة للعثور على الرقم التسلسلي للطابعة ومستويات الحبر المقدرة واستخدام الطابعة والاتصال وإعدادات المسح الضوئي. للطابعات من طراز USB فقط اضغط باستمرار على زر استئناف لمدة ثلاثة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر استئناف مرة أخرى. تتم طبع التقرير حالة الطابعة. للطابعات من الطراز اللاسلكي، اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر استئناف. تتم طبع التقرير حالة الطابعة. طبع صفحة تكوين شبكة اطبع صفحة تكوين الشبكة للعثور على الإعدادات المهمة للشبكة. مثل حالة الشبكة وعنوان IP للطابعة. يتم استخدام صفحة تكوين الشبكة للطرازات اللاسلكية فقط. اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر المعلومات وزر استئناف في نفس الوقت. تتم طبع صفحة تكوين الشبكة. اطبع داليل التشغيل السريع لشبكة ويفي. اطبع داليل التشغيل السريع لشبكة ويفي للعثور على التعليمات لإعداد اتصال ويفي. يستخدم داليل التشغيل السريع لشبكة ويفي للطرازات اللاسلكية فقط. اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر المعلومات مرة أخرى. تتم طبع داليل التشغيل السريع لشبكة ويفي. اطبع صفحة ويفي ديركت. اطبع صفحة ويفي ديركت للعثور على التعليمات لإعداد تقنية ويفي ديركت واستخدامها. يتم إعداد صفحة ويفي ديركت للطرازات اللاسلكية فقط. اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر المعلومات وزر إلغاء في وقت واحد. تتم طباعة صفحة ويفي ديركت. اطبع تقرير خدمات الويب. اطبع تقرير خدمات الويب للعثور على التعليمات لتشغيل. وإعداد خدمات الويب وإصلاح مشاكل الاتصال. تقرير خدمات الويب مخصص للطرازات اللاسلكية فقط. اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط على زر استئناف وزر إلغاء في وقت واحد. تتم طباعة تقرير خدمات الويب. اطبع صفحة تشخيص جودة الطباعة. اطبع صفحة تشخيص جودة الطباعة للتأكد مما إذا كان تنظيف رأس الطباعة أو محاذاته مطلوباً. للطابعات من طراز USB فقط. اضغط باستمرار على زر استئناف لمدة ثلاثة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. ثم اضغط باستمرار على زر إلغاء لمدة ثلاثة ثوان. تتم طباعة صفحة تشخيص جودة الطباعة. للطابعات من الطراز اللاسلكي. اضغط باستمرار على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان حتى تضيء أزرار لوحة التحكم. بعد ذلك اضغط باستمرار على زر نسخ ملون لمدة ثلاثة ثوان. ملاحظة بالنسبة للسلسلة طابعة مائتين وعشر. تتم طباعة هذا التقرير بالضغط على زر المعلومات لمدة خمسة ثوان ثم زر إلغاء لمدة ثلاثة ثوان. تتم طباعة صفحة تشخيص جودة الطباعة. انقر على تبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على فيديوهات HB بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HB. ترجمة نانسي قنقر